اللي احنا شفناها خلال الايام القليل الماضية لحفلات التخرج وحفلات تخرج الطلبة والطالبات من الجامعات من حقهم يفرحهم ومن حقهم انهم ما يعبروا عن فرحتهم لكن مع الحفاظ على التقاليد الجامعية مش عايز الحقيقة يعني اقلب الفرح ميتم ومش عايز اععد اشد على الولاد ومش عايز اقول لكن برضو بقول تاني انه عمر الولاد ما يعمله كده عمر الولاد ما يعمله هذا الكلام الا اذا كانت هناك ادارة متراخية انا بتكلم بشكل واضح جدا اهو في عندنا يعني حاجات لا تليق بالجامعة خلاص يا سروت عشان الولاد لا خلاص خلاص لا خلاص يلي كم بقى شيلو شيلو ما ينفعش يعني الولاد عايزين يفرحوا وإحنا من فرق الله ربنا يفرحهم يعني مش هنيجي نكبس عالنفسهم يفرحوا وعملهم عايزينه لكن التقاليد الجامعية يا جماعة اعمل حفلة بره روح في كافية اعمل حفلة روح في نادي اعمل حفلة روح يعني في صالح حفلات اعملوا حفلة الجامعة لها تقاليد يجب الحفاظ عليه ما ينفعش يعني ما يجوز في صالح افراح لا يجوز في مسجد ما يجوز في كافية لا يجوز في جامعة الجامعة يا جماعة نحافظ على يعني خلينا لكل مقام المقال يا جماعة الجامعة اسمه الحرم الجامعي اسمه كده الحرم الجامعي وبقول تاني رؤساء الجامعات وعمداء الكليات لابد ان هم الاول يكونوا مؤمنين لحرم جميع وينقلوا هذا الكلام لابناء الطلاب لان الطلاب انا مش عايز يعني مش عايز انتقد الاداء الطلاب اللي هم الولاد اللي اتخرجوا ولادنا اللي فرحانين واللي غيره واللي غيره مش عايز بقى اقلب الموضوع بقى محزنة وقول شايفين البنت بترقص ازاي شايفين الولد بيتمايس ازاي عين انا مش اعمل كده وما حدش يعمل كده لكن بقول تاني انا ما سيبهاش ما سيبش الامور وبعدين في الاخر اجيبهم وافضح العياه ماينفعش لا انا لو حاطت ضوابط الال هينتظم ممنوع اقامة حفلات تخرج داخل الجامعات الا بضوابط معينة يعني ماينفعش يا جماعة الجامعة تحتضن بين جنباتها وفي حرامها ما يمكن انها يسيء لفكرة الجامعة فكرة الزام انا مش عايز انكد على حد وماينفعش نعمل كده بنقول لكن ايضا عايزين نحافظ على تقاليدنا وعايزين نحافظ على التقاليد الجامعية وعايزين نحافظ على قيامنا اللي عايز يرقص وعايز يفرح وعايز زقطط وعايز يتنطط اكيد فيه اماكن يليخ بها هذا السلوك لا دخلنا قلنا حلال ولا حرام لا دخلنا قلنا عيب ولا مش عيب ما ده قصة كل واحد وبيته وتربيته ومؤتقافته عادي جدا كل واحد من اللي هو عايزه ولا ننكر على احد ما يقوم به طالما احترم الاماكن وخصوصيتها او احترم الاماكن ومبادئها المرقص ما فيه مرقص شغال حد ومرخص وفيه بارات شغالة ومرخص وفيه المساجد موجود الكنائس موجود الجامعات موجود المدرس موجود الكافيات موجودة كل واحد من دول ليه مبادئ وليه قيود وليه محددات وليه احترام وليه اشتراطات كل مكان ليه اشتراطات ماينفعش انا ادخل الحرم الجامعي بملابس البحر هو لو حد لبس ملابس البحر ميهات البحر وغيره وراع على شط حد هيلفت نظر حد لا لانه الطبيعي ان كل الناس على الشط بيقوا لبسين لبس واحد لكن ماينفعش حد يلبس نفس اللبس البحر في جامعة في كافية في الشارع هيستهجن هو ده اللي بقوله يعني ما انا لو انكر على الولادنا مرقص مرقص بس في الاماكن مرقص غنوا في اماكن الغناء افراحوا في اماكن الفرح الجامعة لها تقاليد احترموا من فضلكم الجامعة وانا مش بقولي الولاد لانا مش هيسمعوني الولاد دول مش هيسمعونا مش معانا مين اللي قلوهم اهليهم يا جماعة اتنين رؤساء الجامعات صراحة احمل رؤساء الجامعات المسؤولية كل رؤساء الجامعات اللي حدث فيها هذه التجاوزات من ولدنا في الدول انا بأحملها رؤساء الجامعات كل يا اخي كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيات كل واحد في مكان يا جماعة وانا ما اكون رئيس جامعة مش عارف الام الجامعة بتاعتي بقى ما انفيش اعود مكاني مع كامل احترامي لكل الناس انا لو عميد كلية مش عارف في احكم الكلية بقى ما اعودش فيها في فيها اصلا اعتقد يا جماعة كل واحد يقوم بشغله ومش عايزين الاعلام يبقى ما انا شغال بقى عمال ادور على السوقات ايه الحق واجيب الاعل وما برؤسه واعمل وما ينفعش يعيب ما يصحش وما ينفعش اتكلم في الموضوع مثلا انا بتكلم لوزارة التعليم العالي تحركة اعتقد اهو قرار حاسم من التعليم العالي الدكتور عادل عبدالفار المشاريع الاعلامي والمتحدث الرسم باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعقيبا على ما نشر قال يعني بشأن الخروج على القيم والاعراف الجامعية في بعض حفلات التخرج الطلاب الجامعات والمعاهد قال ان الدكتور ايمان عشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وجه بسرعة اجراء التحقيقات عجلة في المخالفات التي اتشارتها بعض حفلات تخرج الطلاب ببعض الجامعات والمعاهد مؤكدا على اقامته افادته بنتائج التحقيق بشكل عاجل موجها باتخاذ كافة الاجراءات المقررة قانونا انتجاه كل من شارك في تنظيم وادارة هذه الحفلات من كافة مستويات المنظومة على مستوى عداء التدريس والادارة والطلاب واكد الدكتور مصطفى رفعت امين المجلس الاعلى للجامعات على تشكيل لجنة من المجلس سوف تعرض نتائج اعمالها في اجتماع المجلس الاعلى للجامعات القادم بشأن تطبيق الاليات التنفيذية التي تحقق الحفاظ على الاعراف والتقاليد الجامعية واضحون هيبة الجامعات وصورتها في المجتمع كما ينقش المجلس في اجتماع القادم قليات تنفيذ القانون من خلال الجهات المعنية بالدولة تجاه كل ما نستخدم اسم الجامعات او الكليات في تنظيم حفلات تخرج خارج اصوار الجامعة مستغلا اسماء الجامعات والكليات المختلفة يعني الطالبات والطلبة اللي عايزين يعملوا حفل تخرج وهم في جامعة سين او صاب او ايه يعملوا رابطة خريج الجامعات وطلعوا وعملوا انت عايزينه برا لكن داخل الجامعة ما اعتقدش ان حد يقبل هذا الكلام لانه عيب ما يصحش يعني وانا بتكلم معنا الجامعة